السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهم سوف نقوم بدراسة أدبية لقصيدات الجسر لطلاب البكالوريا العلمي والأدبي في المنهاج السوري قراءة أدبية في قصيدات جسر للشاعر محمود درويش فكرة المقطع الأول محاولة العودة إلى الديار فكرة المقطع الثاني قمع محاولات العودة فكرة المقطع الثالث فتح جرائم العدو الصهيوني وفكرة المقطع الرابع تعظم حلم العودة إلى الديار اسم الشاعر محمود درويش جنسيته فلسطيني الفكرة العامة للأبيات حق الفلسطينيين بالعودة المذهب الأدبي الرمزي من الواقعية الجديدة أما نمط الكتاب للقصيدة فجاء سرديا وصفيا وموقف الشاعر يدل على الإصرار على العودة إلى فلسطين رافضا الاحتلال مستنكرا جرائم الصهيوني القيام المستمدة من القصيدة حب الوطني وتقدير التفاؤل بالعودة ورفض الاحتلال قصيدة الجسر للشاعر محمود درويش حكاية بسيطة في ظاهرها وعامقة في دلالاتها أبطالها ثلاثة هم الشيخ وابنته وجندي قديم وقد جاء تأثير هذه القصيدة قويا بفعل الصدق والتلقائية والبساطة والطلاقة في التعبير الشعري بالإضافة إلى استخدام عناصر القصيدة المعاصرة أو القصيدة التفعيلية التي يعد محمود درويش أحد فرسانها والمجددين لإطارها وموضعاتها وقد عودنا محمود درويش على اللجوء إلى ما يسمى بالقصيدة أو القصيدة أو القصيدة الشعرية والقصيدة التي نحن بصددها اليوم والتي اختار لها عنوان الجسر يبدأ الشعر القصيدة بقوله مشيا على الأقدام أو زحفا على الأيدي نعود قالوا ومنذ أول سطور القصيدة يطالعنا هذا الإصرار وهذه الإرادة السلبة التي اعتاد عليها سكان تلك المنطقة التي لم يقم الشعر بتحديد مكانها يكفي فقط أن نعرف أنها تقع في فلسطين أو في بقعة بانبقاع الأرض المحتلة قالوا وكان الصخر يضمر بعد أن وضعنا الشعر أمام هذه الإرادة السلبة القوية العنيدة المتمثلة في إصرار عودة أبطال القصة وهم الشيخ وابنته وجندي قديم على العودة إلى ديارهم مهما كلفهم هذا من عناء وجهد يضعنا أمام مقارنة أو مقابلة ينجح في التقاطها في قوله وكان الصخر يضمر وعلينا أن نقوم بإجراء تلك المقارنة بين ضمور الصخر وهو رمز الصلابة والتحدي في الطبيعة وثبات إرادة الأبطال الثلاثة إن المقارنة بلا أدنى شك ستكون في صالح الثلاثة فإرادتهم حتى الآن أقوى من الصخر الذي يضمر ويلاحظ أهمية الفعل المضارع هنا أو الآخذ في الضمور وكان الصخر يضمر يدا تقود يحدد الشاعر الزمان الذي تبدأ فيه عودة الثلاثة وهو المساء الذي خلع عليه الشاعر صفة الإنسان الحادي أو القائد الذي يقود هذه المجموعة الصغيرة إلى الطريق والاستعارة هنا ليست مجرد استعارة وصفية فقط ولكنها استعارة أو صورة موحية أيضا فعودة هؤلاء عند المساء أي قبل دخول الليل بقليل يدل على مدى إسرعهم في العودة إلى جانب إسرارهم السابق وأنهم اتخذوا من الزمان وليس المكان دليلا أو حاديا يهديهم عند العودة لم يعرفوا أن الطريق إلى الطريق دم ومسيدة وبيد ويطل علينا المصير الذي ينتظر هذه المجموعة العائدة إلى ديارها وأرضها ووطنها إن المصير الذي ينتظرهم يتمثل في الدم والمسيدة والبيد كانوا ثلاثة عائدين شيخ وابنته وجندي قديم هؤلاء الثلاثة العائدون ينتظرهم الدم والمسيدة والبيد فمن سيختار من؟ هل الدم سيختار الشيخ أم ابنته أم الجندي؟ والمسيدة ستختار الشيخ أم الابنة أم الجندي؟ والبيد ستبيد من من الثلاثة؟ إن هذا المجهول الذي يقدم عليه هؤلاء الثلاثة يثير التعاطف معهم فنحس بمدى الخطر الذي تسير نحوه هذه الخطوات الآمنة الجريئة الصاملة إنهم لا يعرفون لم يعرفوا أن الطريق إلى الطريق ما الذي ينتظرهم على مقربة خطوات في رحلة الإصرار والعودة والتحدي وقبل أن ننتقل إلى الجزء التالي نلاحظ أن الشاعر في هذا الجزء السابق يلجأ إلى استخدام روي الدال المضمومة المتمثل في نعود وتقود وبيده وقد ورد هذا الروي ضمن قافية الفعلين المضارعين نعود وتقود أما الروي الثالث فقد ورد ضمن اسم بيده ويقال أن حرف الدال يعبر عن صورة العاشق الذي صار دالا لا يعي من شدة الحزن وبالفعل نحن أمام ثلاثة عشاق لأرضهم ووطنهم ولكنهم واعون بما حولهم أما الضم فهو دلالة على الإصرار والتحدي على عكس الكسر الذي يعبر عن نفسية متألمة منكسرة أما الفتح فهو يشبه حالة من حالات الاستغاثة والصراخ كل القوافل قبلهم غاصت وعلى الرغم من المصير الفاجع الذي لاقاه كل من حاول أن يعبر قبلهم ويلاحظ استخدام اللفظة كل فإنهم مصممون ومسرون على العودة وكان النهر يبسق ضفتيه قطعا من اللحم المفتت في وجوه العائدين يواجههم هذا النهر المتمرد القاسي الذي يلفظ ويبسق ضفتيه يلفظها قطعا من اللحم المفتت في وجوههم وفي وجه كل من يفكر في العودة ولكننا نجدهم مصرين بقوله ما زالوا على العودة كان الجسر نعسانا وكان الليل قبعة وبعد دقائق يصلون هلف البيت ماء وتحسس المفتاح ثم تلا من القرآن آية إن الإصرار والأمل في العودة يراود هؤلاء الثلاثة بما لا يدع مجالا لأي شك يتسرب إلى نفوسهم فالسؤال عن الماء وتحسس المفتاح يؤكد أن هذه المجموعة من البشر في حالة إطمئنان كامل للعودة لقد دخل عليهم الليل وغطاهم وهم لم يزالوا في الطريق كان الجسر نعسانا هذه الصورة أو الاستعارة تدل على أن هناك شيئا ما سيحدث عندما يصح الجسر أو عندما ينتبه أو يستيقظ ذلك أن كل كلمة وكل معنى موظف توظيفا شديدا ومترابطا في هذا النص ترى ماذا سيحدث عندما ينتبه الجسر خاصة بعد هذه الصورة المبتكرة كان النهر يبسق ضفتيه قطعا من اللحم المفتة في وجوه العائدين قال الشيخ منتعشا وكم من منزل في الأرض يألفه الفتاة ويلاحظ حالة الانتعاش التي عليها الشيخ الآن ونقارنها بحالة الإبنة في الموقف نفسه قالت ولكن المنازل يا أبي أطلال نتوقف عند أطلال لنقارن بينها وبين حالة الانتعاش وكلهما يؤدي إلى دروب معنوية برغم المادية التي توحي بها كلمة أطلال فأجاب تبنيها يدان إن الأمل لم يزل يتسرب ليشمل هذا الشيخ العجوز بينما اليأس قد أخذ يتسرب إلى تلك الفتاة والشيخ يرمز هنا إلى جيل معين بينما الفتاة ترمز إلى جيل آخر فلنقارن إذن بين الجيلين نقارن بين أمل الشيخ وأمل جيله الذي تمثل في سؤاله وتأكيده وإصراره على العودة هل في البيت ماء وتحسس مفتاح وتلا آية من القرآن وانتعاشه لحظة الذكرى والبناء نقارن بين هذا كله ويأس الفتاة أو تسرب اليأس إليها وإلى جيلها والذي تمثل في قولها ولكن المنازل يا أبي أطلال فأجاب تبنيها يدان ولم يتم حديثه إذ صاح صوت في الطريق تعالوا واتلته تقطقط البنادق وننتقل في هذا الجزء من حالة إلى حالة ومن شعور إلى شعور ننتقل من النقيد إلى النقيد كنا من قبل نتأرجح بين أمل الشيخ ويأس الفتاة ولم يكن يتم الشيخة اسم آماله ولم تكن الفتاة تعبر عن يأسها أو شعورها بفقد منزلها أو تحطمه حتى على صوت البنادق ليخرس كل أمل وكل يأس أيضا لقد صحى الجسر الذي كان نعسانا من قبل وتحقق حدسنا الذي تمثل في قولنا إن هذه الصورة الشعرية أي الاستعارة تدل على أن هناك شيئا ما سيحدث لقد صحى الجسر الذي كان نعسانا من قبل وتحقق حدسنا الذي تمثل في قولنا إن هذه الصورة الشعرية المقصود الاستعارة تدل على أن هناك شيئا ما سيحدث عندما يصحو هذا الجسر أو عندما ينتبه أو يستيقظ لن يمر العائدون حرس الحدود مرابط يحمي الحدود من الحنين لقد أعلنت تقطقة البنادق هذه التصريحات السابقة وما أجمل التعبير الشعري حرس الحدود مرابط يحمي الحدود من الحنين فالحرس ليس فقط من أجل منع عودة هؤلاء العائدين ولكنهم وجدوا أيضا من أجل اغتيال الحنين الشيء المعنوي للأرض المحتلة أمر بإطلاق الرصاص على الذي يجتاز الطلقة الأولى أزاحت عن جبين الليل قبعة الظلام والطلقة الأخرى أصابت قلب جندي قديم هذا ما قالته تقطقة البنادق أمام إسرار وتحدي هذه المجموعات الصغيرة التي أرادت العودة إلى ديارها قبل هجوم الليل ويلاحظ هذا الربط الذكي بين قول الشاعري من قبل كانت جسر عسانا وكان الليل قبعة وقوله الآن الطلقة الأولى أزاحت عن جبين الليل قبعة الظلام ولعلنا نتسأل ما الذي جرى للشيخ وابنته بعد قتل رفيقهم الثالث الجندي القديم يجيب الشاعر والشيخ يأخذ كف ابنته ويتل همسا من القرآن سورة إنه لم يزل متشبثا بالإيمان إنه يلجأ إلى الله كعادته في كل المواقف ويلاحظ أيضا هذا الربط بين عناصر النص فمن قبل قال الشاعر عن الشيخ وتحسس المفتاح ثم تلا من القرآن وذلك بعد أن تسأل هل في البيت ما لكي يتوضأ والآن يقول الشاعر ويتل همسا من القرآن سورة إنه ليس تكرارا كما يعتقد البعض ولكنه تأكيد على فكرة الإيمان وتدين عند الشيخ والتي سيتضح أثرها في النص فيما بعد والتي قد توحي بشيء من السلبية أمام الأحداث يستطرد الشاعر في وصف حال الشيخ وابنته فيقول أعين حبيبة الصغيرة لي يا جنود ووجهها القمحي لي لا تقتلوها وقتلوني هل هو يحلم حقا بأن تكتب النجاة والحياة لابنته الصغيرة ويقتله بدلا منها إذا كان هناك مجال لاختيار الموت سنرى عن أي شيء سيسفر هذا الحلم غير أن الشاعر يقوم بعملية قطع سينمائي لينقلنا إلى النهر الذي يبسق ضفتيه قطعا من اللحم المفتت في وجوه العائدين كانت مياه النهر أغزر فالذين رفضوا هناك الموت بالمجان أعطوا النهر لونا آخر والجسر حين يصبح تمثالا يعود الشاعر إلى التركيز على عملية القتل فيقول وبرغم أن القتل كالتدخين لكن الجنود الطيبين الطالعين على فهارس دفتر خذفته أمعاء السنين لم يقتلوا الاثنين كان الشيخ يسقط في مياه النهر والبنت التي صارت يتيمة لقد تحقق حلم الشيخ وطلبه في الإبقاء على حياة ابنته وقتله هو بدلا منها ولكن يلاحظ أن قتل الشيخ بدلا من الابنة لم يأتي بناء على طلبه لكن قتله على هذا النحو يعني عند قاتله وفيه القضاء على كل أمل أو أي أمل من الممكن أن يتسرب إلى النفوس وقد لاحظنا من قبل أن هذا الشيخ كان متشبثا بالأمل في تساؤله هل في البيت الماء تحسسه لمفتاح باب المنزل وطلاوته لآيات من القرآن وحالة الانتعاش التي كان عليها قال الشيخ منتعيشا إعادة البناء ولكن المنازل يا أبي أطلال ثانيا محاولة القضاء على رمز الحكمة ورمز الدين الإسلامي المتمثل في هذا الشيخ الذي يتودع ليصلي ويحفظ القرآن الكريم ويتلوه دائما ثالثا القضاء على التراث الذي يحفظه الشيخ ويعيه والذي تمثل أو رمز إليه في القصدة بالسطر وكم من منزل يألفه الفتاة الذي قام باستعارته من الشاعر العربي القديم رابعا القضاء على كل محاولات الإسرار والتصدي وضرب كل إرادة صلبة وعنيدة وقوية لقد قتلت جندية من قبل والآن جاء الدور على هذا الشيخ لأنه هو الذي يقود الفتاة إلى الضفة الأخرى وهو الذي يأخذ بيدها أي أنه هو الذي يملك صنع القرار من قول الشاعر لكن الجنود الطيبين والطالعين على فهارس دفتر قذفته أمعاء السنين يتضح أن هؤلاء قتل مطلعون وقارئون لما يعتمل داخل نفسية الفتاة من تأرجح بين الأمل واليأس والرثاء وقد عرفوا أن هذه الإبنة حالة اليأس والرثاء الذي تنتابها في ترك اللحظات وقد عرفوا عن هذه الإبنة حالة اليأس والرثاء التي انتابتها في ترك اللحظات والتي فضحها قولها لأبيها ولكن المنازل يا أبي أطلال لذا قرروا تركها الآن مع قتل أبيها الحقيقة والرمز أمام عينيها ويلاحظ في هذا الجد السابق قول الشاعر وبرغم أن القتل كالتدخين أي أن القتل عند هؤلاء صار عادة ومزاجا خاصا من الصعب التخلص منه أما قوله لكن الجنود الطيبين فيحمل قدرا من السخرية من هؤلاء الجنود القتلة يعود الشاعر في التركيز على حال البنت بعد مقتل أبيها والتي انتهكت حرمتها في قوله كانت ممزقة الثياب وطار عطر الياسمين عن صدرها العار الذي ملأته رائحة الجنود ثم ينتقل بنا إلى مشهد الطبيعة حول الفتاة في هذه اللحظة وهو المشهد نفسه الذي كانت عليه الطبيعة قبل القتل وكأنها عتادت على تلك العمليات الإجرامية والصمت خيم مرة أخرى وعاد النهر يبسق ضفتيه قطعا من اللحم المفتة في وجوه العائدين لم يعرف أن الطريق إلى الطريق دم ومسيدة وقد نجح الشاعر في هذا المشهد الأخير بالمشهد الأول عندما كان الثلاثة يقتربون من الجسر وكأن شيئا لم يحدث على الإطلاق وخاصة بعد قوله والصمت خيم مرة أخرى وقبل أن يختتم الشاعر تلك القصيدة القصة يقول ولم يعرف أحدا شيئا عن النهر الذي يمتص لحم النازحين وكأنه يقول تلك صورة وحيدة فقط لما يحدث داخل الأرض فانتبه أيها الضمير الإنساني العالمي وانتبه أيها الضمير الإنساني العربي لتلك الجرائم ومع إسدالي الستاري على نهاية النص يصف لنا الشاعر ما آل إليه حال الجسر المصنوع من اللحم البشري المفتت فيقول والجسر يكبر كل يوم كالطريق وهجرة الدم في مياه النهر تنحت من حصل واري تماثيلا لها لون نجوم ولسعة الذكرى وطعم الحب حين يصير أكثر من عبادة ترجمة نانسي قنقر